السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم عن فن الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله هي غايتها هداية الناس وتعريفهم بخالقهم وتمسكهم بشريعته الربانية الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء ووظيفة المرسلين وهي كانت منذ أول الخليقة وسوف تستمر إلى لقاء الله لا يمكن أبدا أن تتعطل الدعوة إلى الله وهذه الدعوة ربنا سبحانه وتعالى جعلها أسمى المقامات ومن يهتم بها ومن ينخارط في سلك الدعاة يكون من أفضل خلق الله فقد قال جل جلاله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فصاحب الدعوة إلى الله إنما يعرف الناس بعبادة الرحمن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنها أسمى وظيفة في الوجود من أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع الأسس والمبادئ العامة لمن يشتغل بحقل الدعوة الإسلامية عليه أن يكون أولا قلبه مليء بالإيمان ومليء باليقيم لا يكفي أن تحفظ نصوصا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية وأقوال أهل العلم ثم تصير داعية أبدا لابد أن تمر في حياتك بتجارب وتجارب قاسية تجعلك تتعرض للابتلاءات وتتعرض للفتن وتتعرض للعطاء والمنع والمدح والذم وغير ذلك من الأمور وكل مرة تجد نفسك تتلمس الرباط بينك وبين خالقك وبعد ذلك تتبلور لك شخصية الداعية حينما يصير قلبك يفيد بالإيمان وتعتقد بجلال الله وعظمة الله وكلما سمعت كلامه فاضت عيونك بالدموع من صفات هذه التي ينبغي أن يتميز بها الداعية ما ذكره ربنا عز وجل في كتاب العزيز حينما قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن من أراد أن ينخرط في هذا الطريق لابد أن يسلك هذا المنهج أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة يعني العقل المنطق فلابد لمن يشتغل بالدعوة أن يستغرق فترة زمانية طويلة في العلم لا يمكن بين عشية وضحاها يصير داعية لابد أن يقرأ ويدرس ويتبحر في العلم خصوصا علوم القرآن وعلوم السنة والحديث وعلوم الفقه والفقه المقارن وعلوم العقيدة وعلوم الكلام وعلوم التفسير وغيرها من العلوم المرتبطة بالدعوة كعلم النفس الإسلامي وعلم الاجتماع الإسلامي وعلم الاقتصاد الإسلامي وجغرافية العالم الإسلامي وتاريخ الإسلام وغيرها من الأمور والفكر والحضارات والفلسفات علوم كثيرة لابد أن يتبحر فيها هذا الذي يريد أن يكون داعية إلى الله حتى يتمكن من أن يكون كلامه منطقي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالعقل وبالمنطق وجادلهم بالتي أحسن المجادلة المجادلة تكون بالتي أحسن لمن تكون للمخالفين في الرأي قد تصادف أناس عندهم آراء مخالفة للدين عندهم آراء مناقضة للإسلام وكل زمن إلا وفيه معارك يضر رحاها بين العلماء وما بين المناهضين للدين في كل زمن حتى في عصرنا هذا هناك الإسلاموفوبيا هناك خطر الإسلام هناك الإرهاب كل زمن له تحديته فعلى صاحب الدعوة أن يعلم كيف يحدث حتى الخصوم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعيد الحسنة الموعيد الحسنة تكون للمؤمنين المؤمنين الصادقين المحبين هؤلاء تخاطبهم بالليم وتخاطبهم بموعيد حسنة مواعد يكفيهم مواعد كان صلى الله عليه وسلم يقول مواعد تدرف منها العيون وتجهل منها القلوب هذه تكون لأهل الإيمان واليقين لكن المجادلة بالتي أحسن تكون للمخالفين في الرأي للمناهضين في الكلام لا ينبغي أن تعاديهم وإنما أن تستدرجهم لكي تقنعهم بنور الإيمان واليقين هكذا قال ربنا عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعيد الحسنة وجادلهم بالتي أحسن والذي يشتغل بالدعوة إلى الله لا بد أن يتعلم هذه الحكمة والحكمة هي كبيرة جدا مثلا ليس من الحكمة أن تدعو إنسان غير مسلم إلى الإيمان ثم تجد في بيته مثلا أنه يربي كلاب وتقول له هذه مسألة حرام لا ينبغي أن تتحدث عن تربية الكلاب لأنك لا بد أن تركز مع هذا الشخص على العقيدة أولا وهذا منهج النبي الكريم في الفترة المكية سيدنا النبي لم يتحدث عن الحلال والحرام لم يتحدث عن الأحكام الشرعية وإنما كان يتحدث عن العقيدة تصير راسخة في القلوب راسخة في النفوس فمن الخطأ أن بعض الدعاة يأتي إلى أناس بعيدين عن الدين ويحدثهم عن فروع الدين خطأ لا بد أن تركز على الكليات على أمور الدين الكبرى عن العقيدة عن حلاوة الإيمان أن تربطهم بالله وإذا كان الإنسان ربما هو يربي كلبا في بيته هذا حسب ما ذكر العلماء هو معصية فحينما هذا الشخص قلبه يصير مليئا بالإيمان واليقين أنذاك هو من تلقاء نفسه سيسأل عن حكم الله في تربية الكلاب وسوف يتخذ الموقف المناسب له أخطأ كثيرة يقع فيها بعض الدعاة حينما يعتد بنفسه ويريد أن يفرض على الناس الأحكام فرضا هذا خطأ ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن العنف في الكلام ونهانا عن الشدة لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والقطيعة حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيدَ الْقَلْبِ هناك دعاة صالحين وخالصين مخلصين لكنهم حينما يريدون أن يدافع عن قضية يتشنج ويصيح وربما قد يرسل اتهامات للآخرين فهذا لن ينجح في المهمة لأنه سوف يحدث رد فعل معاكس وهو ينطبق عليه قوله تعالى وَلَا تَكُنْ فَضَّا غَلِيدَ الْقَلْبِ إذا كنت كذلك إن فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور في الأمر لابد أن تكون عندك نوع من اللين فصاحب الدعوة الإسلامية لابد أن يكون لينا وأن يكون مبتسما لابد أن نحافظ عن الابتسام لأن سيدنا النبي وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كان لا يرى إلا مبتسما وكان يقول بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا حتى إنه في بعض الأحيان قد يرعي الأولويات يرعي ماذا يقدم وماذا يؤخر ومتى يمكن أن يتكلم ومتى يمكن أن يصمت هذه كلها معروفة في أصول الدعوة وحكمة التبليغ حقيقة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نبلغوا عني ولو آية ولكن أمرنا بأن نتعلم أصول التبليغ وحلاوة التبليغ حتى هناك رجال يسمون رجال التبليغ والدعوة إلى الله على الأقل يوصون أتبعهم أنهم لا يدخلون في المتاهات تركوا ما لا يعنينا فإذا بلغ بكلمة لا إله إلا الله حلاوة كلمة لا إله إلا الله وبلغ بالواضحات من الدين التي لا اختلف فيها وينجح في المهمة أريد أيها الأحباب الكرام أن أقص عليكم قصة نخذ منها العبر لعالم من علماء المغرب كان أيام زمان يسمى الإمام العبدري قصته بسيطة جدا ولكن ممكن أن تكون مفيدة فيها عبر وعضات وفيها حكم الإمام العبدري كان طالبا يدرس في إحدى المدارس العتيقة ومكث هناك سنين طويلة يقرأ الكتب ويقرأ المصنفات قرأ كتب الحديث وشروحاتها وقرأ كتب الفقه والفقه المراء المقارنة على المداهب الأربع وقرأ علم الأصول الذي يعلم مناهج الاستنباط وقرأ علم العقيدة وما فيه من علم الكلام الآراء المتعددة عن المعتزلة والأشاعر والمرجئة وغيره من الفرق الكلامية ودرس كل ما يتعلق بالمواعد وغيرها من الأمور حتى تشبع وحفظ المتون قال لشيخه سيد الفاضل أستأذنك إنني الآن لقد حفظت كل العلوم اللغوية والنحوية والشرعية والعقلية والفكرية والفلسفية الآن أنا صرت صرت مهيئا لكي أقوم بالدعوة إلى الله شيخه قال له يا بني أنت لازلت لم تتعلم علما خاصا قال لا لقد تعلمت كل العلوم درست المكتبة من أولها إلى آخرها من آلفها إلى يائها لقد حفظت كل المصنفات وكل الكتب واستدهرت وعند أهر قلب الشيخ يقول له يا بني لا زال هناك علم غير مكتوب لم تتعلمه بعد لابد أن تجلس معي فترة وعلمك هذا العلم لأنه لا يقرأ في الكتب وإنما يأخذ من أفواه الرجال فكان هذا الشخص العبدري كان متعجل قال أتركني فلما رأاه شيخه هكذا متحمسا قال اذهب إذن سوف تتعلم من أخطائك فخرج الإمام العبدري وذهب إلى أول قرية نزل فيها وأراد أن يصلي عادة الدعاة يذهبون إلى أماكن التجمعات إما أن يذهب إلى مكان فيه أهل العبادة أهل الدين يصوب لهم أخطاءهم في الدين ويبين لهم البدع والمحدثات ويؤكد عليهم السنن الدعوة تكون إما عند أهل الإيمان في بيوت الله تصحح علم العقيدة وتربطهم بالله تعالى وتبينهم الأحكام وإما أن تكون الدعوة في تجمعات أخرى بعيد عن الدين في الملاهي هناك من يذهب إلى الملاهي والمراقص ناس في غفلة فيذكرهم بالله وقد يذهب إلى أماكن فيه غير مسلمين فيدخل معهم في جدال ونقاش حول الحق والباطل وحول الحقائق هذا الإمام العبدالي ذهب إلى المسجد أسهل طريقة للدعوة أن تدعو المسلمين هم مسلمون أصلاً لكن تدعوهم لتصحح لهم عقيدتهم ودينهم دخل الإمام العبدالي إلى إحدى القبائل والقرى ووجد مسجداً فدخل المسجد جاء وقت الصلاة رفع الأذان بعد ذلك خرج المؤذن مع الإمام وهو يحمل قفة فيها جرو جرو صغير وعلق الجرو أمام المحراب ثم قال الإمام الله أكبر والناس كلهم تبعوه وقالوا الله أكبر وبدأوا في الصلاة غريب هذا الأمر الإمام العبدالي لم يستوعب في وسط الصلاة بدأ يصيح وويحكم يا قوم ماذا تفعلون إن هذا الجرو نجس وكيف تصلون إلى القبلة والجرو بينكم فقطعوا الصلاة قطعوا الصلاة لأن قامت فوضى في المسجد فسألوا من أنت قال أنا طالب علم وأنا جئت أدعوكم إلى الله وأنا جئت أدعوكم ولزل الشاب صغير في مقتبل العمر وتطاول على الإمام وتطاول على على الناس الكبراء في المسجد فقالوا إن هذا هذا الغلام صليط اللسان تطاول على إمامنا فأقوموا له فاضربوه فتتجمع الناس حوله وأدبوه ضربوه ضربا مبرحا لأنه فتنه وقت الصلاة وتطاول على الإمام وقال أريد أن أصحح لكم وكيف يصحح له وشاب غلام وشيخهم قديم هنا فلما أشبعه ضربا رجع الإمام العبدري كله يسيل بالدم إلى شيخه رجع إلى المدرسة العتيقة لكي يشكو لشيخه ما وقع له وصل الإمام العبدري عند شيخه وهو يتصبب بالدم فلما رأاه شيخه تبسم قال كنت أعلم يا بني أن الطريق الدعوة إلى الله محفوفة بالمخاطر وكنت أعلم أنك ستعود إلي لقد كنت متحمسا وتركتك تذهب وكنت أعلم سوف تعود إلي أكيد سوف تصطدم مع الناس وتصطدم بالآراء والاعتقادات والسلوكات والعادات والتقاليد وسيقع لك ما الذي وقع فأنا لم أفجأ مرحبا يا بني أتدري ما الذي وقع قال ما الذي وقع قال يا بني العلم الذي قلت لك لابد أن تتعلمه وهو علم الحكمة في الدعوة ما هو الأسلوب الأمتل في الدعوة فلا يكفي أن تكون حافظا للنصوص في القرآن والسنة وأقوال العلماء وغيرها من الأمور لابد أن تكون لك حكمة ولك فلسفة ولك توجه فيه لين وفيه مجموعة من المقومات لكي تحافظ على الدعوة فقال علمني هذا الأمر فصار الشيخ يعلمه علمه الكثير من المبادئ وكان يأتيه بالدم السنة مثلا من طرق التعليم يروى أن الحسن والحسين وهما حفيدي النبي صلى الله عليه وسلم وجد شيخا كبيرا في المسجد يتوضى وهو لا يحسن الوضوء عليهما أن ينبهانه لكن كيف ينبهانهم صغار والشيخ كبير لن يرضى لأن الكبير لن يرضى أن يصحه الصغير ماذا قال له جاء سيدنا الحسين وقال أيها الشيخ الكريم هذا أخي الصغير يزعم أنه يتوضى أحسن مني وأنا أقول إني أتوضى أحسن منه فسوف نتوضى أمامك وصحح لنا وقل لنا من هو الذي وضوءه أحسن فقال تفضل فبدأ الحسن والحسين الصبيين يتوضآني أمام الشيخ والشيخ ينظر إليهما وهما أتقناء الوضوء قام بنفسه الأعمال فلما انتهي قال الشيخ ويحي أنا الذي لا أحسن الوضوء فقبل رأسهما وقد فهم أنهما علماه من دون أن يخدش كرامته من دون أن يؤذيهم وهكذا في السنة الشيء الكثير جدا من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن تصرفات الصحابة الكبار والتابعين والآئمة الأعلام كثير جدا فصار هذا الشيخ يعلم الإمام العبدالي طرق الحكمة حتى تعلم الحكمة في الدعوة وأخبره أحيانا ممكن أن أتراجع خطوة إلى الوراء لكي أتقدم عشرة إلى الأمام هذه قاعدة معروفة في عدة ميادين في الرياضة في الاقتصاد في السياسة معلوم أن أحيانا نضطر أن نتراجع خطوة إلى الوراء لكي نتقدم عشرة إلى الأمام وهذه كل من الحكمة مكت الإمام العبدالي هناك حتى أشبع فهما لهذه الحكمة في الدعوة ومن تم قال له شيخه الآن يا بني لك أن تعود وتذهب لطريقك لتدعو إلى ربك أول ما فكر فيه الإمام العبدالي أنه تنكر وخرج إلى نفس البلدة وذهب إلى نفس المسجد لكي يرى من نفسه هل سيستطيع الآن أن يتحاور مع هؤلاء القوم أن يقنعهم أم أنه سوف يدخل معه في عراق مرة ثانية دخل إلى المسجد وقت الصلاة فرفع الأذان بعده جاء الإمام ومعه المأموم ويحمل سلة فيها جرو وعلقها في المحراب وقال الإمام الله أكبر وقال الناس كلهم الله أكبر وحتى الإمام العبدالي قال الله أكبر وصلى معهم تلك الصلاة فلما انتهت الصلاة قام الإمام العبدالي وتقدم إلى الإمام وسلم عليه باحترام وتقدير وقبل يده وقال سيد الشيخ أنا كنت أصلي في عدة أماكن من هذه البلدان ولم أرى هذه السنة التي عندكم أنكم تاتون بسلة فيها جرو وتعلقونها قال يا بني هذه سنة محمودة واردة عن كبار العلماء وبدأ يقول الشيخ وهو مزهو يضحك والناس ينظرون فقال ما هي هذه السنة يا شيخ فقهني يعلمني نبرني قال هناك حديث نبوي شريف يقول لا تجوج الصلاة إلا بثبوث النية في الكلبي لا تجوج الصلاة إلا بثبوث النية في الكلبي قال من حدتك مدى الحديث قال حدتنا فلان عن فلان عن فلان قال أي نعم الحديث صحيح لكن هناك فلان كان لكن اللسان كان لكن اللسان لسانه فيه لكا فيه خطأ فيه عوجاج قال كيف ذلك قال الصواب أن تقول لا تجوج الصلاة إلا بثبوث النية في القلبي في القلبي وليس في الكلبي فالناس بدأوا بدأوا يتعجبون فعلا هناك من عنده أخطاف لسانه مثلا أحد إذا أراد أن يقول في الدارجة مثلا أن يقول كاوكاو غادي يقول كاوكاو مرة إحدى النساء من أعفاس تريد أن تذهب إلى مكان معين وأخذت ربان السيارة سيارة الأجرة قتل إحملني إلى إيران دين الإيران قل يا ملتقسي يا سيدتي نحن في المغرب إيران لابد لك من السفارة ومن الطائرة والباسبور والفيزا نحن نتنقل داخل المغرب قلت لك الدين الإيران دين الإيران هنا ضجيج فجاء الشرطي المرور وقال لقد قمتم بعرقلة السير ما الذي وقع قالت هذا الملتقسي لم يريد أن يدين الإيران فتعجب الشرطي وكان دكيا فقال للا قل كو كو قلت لي او او ويقول لي اديها الكيران يبط بشي المحطة الكيران هذا يسمى لكم في الكلام ويسمى عند المحدثين باللحن لما الإمام العبدالي تكلم عن هذا الموضوع الناس تفاجأوا فعلا كانوا من قبل كانوا لا يستسغون أن يأتي بجره ويصلى به في المحراب ما الذي وقع فقال لهم الإمام العبدالي اتركوا إمامكم بدأوا ينظرون إليه نظرات عتاب وبعضهم أراد أن يتعامل معه بعنف وشدة فقال الإمام العبدالي اتركوه هذا خطأ خطأ وارد الخطأ يرد المحدثون كانوا يعلمون دا سيقع كثيرا فأفردوا بابا من أبواب علوم السنة سموه اللحن في الحديث اللحن في الحديث أن أحيانا قد يحدث المحدث فيلحن فيلحن في الكلمة ويتغير المعنى كلية فقالوا هذا باب وارد ونصححه وقال على كل حال ربنا غرف الرحيم لقد وقع مثل هذا كثير وبدأ يذكر لهم حالات كثيرة وقعت في أيام زمن طبعا لديك الوقت لن أطيل فيها سأذكر واحدة منها قال لهم مثلا في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان خليفة رئيس دولة والدولة كانت مترمية الأطراف بلغه أن أناسا من أهل العراق يقومون بعمل أهل لط العراق أن دا كانت فيها حضارة وفيها رقي في الحياة تطور إلى نوع من التفسخ الأخلاقي وله هناك ملاهي وحمرات وصار هناك المثليين الرجال مع الرجال ما يسمى باللواط قال لقد سمعنا أن هناك أناس يقومون بعمل أهل لط وبدأ الخبر يأتي إلى الخليفة فكتب رسالة رسالة من أمير المؤمنين الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى والينا بالعراق هكذا في دباجتها قال بعد التحية والسلام بلغنا أن أناسا من أهل العراق يقومون بعمل أهل لط هذا إخبار جاءه لمعرفة فقال له في الدباجة قال احصي لي احصي لي كل من يعمل عمل أهل لط طلب منه إحصى صنداج لمعرفة حجم هذه الظاهرة هل هي ظاهرة أم هي حالات منفردة هنا وهناك لا تستر عليها أما إذا كانت ظاهرة لابد للدولة أن تتدخل لحماية القيم فلما كتب الكتاب أيام زمن لم يكن مثلنا عندنا الحاسوب في كوبيا كولي كان النساخ في الدووين الإذارية يكتبون أكثر من نسخة نسخة تبقى في الدوان والنسخة الثانية ترسل إلى المرسل إليه إلى الوالي بالعراق الغريب أنه لما كتبت النسخة الأولى جاء فيها احصي لي كل من يعمل أعمل أهل لط لكن النسخة الثانية ماذا كتب فيها لما كتبها جاءت دبابة فعزكم الله بزقت في فوق كلمة احصي لي فصار معناها اخصي لي اخصي لي الإخصاء ممن الإخصاء يعني أنه أن كل من يعمل عمل أهل لط يتم إخصاؤه كان يستعمل الإخصاء للعبيد إخصاء العبيد كان يجدع تجدع أنوفهم ويخصون في ذكرهم حتى يفقد الرجولة وقال له لابد للتنفيذ بسرعة بالتنفيذ بسرعة فعلا هذا الذي وقع الوالي والي العراق لما وصلته الرسالة من أمير المؤمنين الخليفة عمر بن عبد العزيز وطلب منه التنفيذ أرسل الجند وقال كل من يقوم بعمل أهل لط ألقوا عليه القبض ونفدوا أمر أمير المؤمنين فصاروا يلقون القبض على هؤلاء ويخصونهم وقد وقعت فوضى كبيرة فتنة عظيمة في البلد وحتى هناك من طالب بفتح تحقيق في المجال يعني حتى تقفت حقوق الإنسان لا ليست معاصرة ليست مع اللومة المتحدة والمواتق الدولية تقفت حقوق الإنسان قديمة وقديمة جدا منذ العهود الأولى الذي وقع هو أن نخبة من الأهل الرأي قالوا هدفه مس بكرامة الإنسان كيف يقوم الوالي بالعراق بإرسال الجند والإخصاء لا بد أن يكون هناك قانون وهناك مساطر فبلغت الرسالة الشكاية مضادة إلى الخليفة الراشد الخليفة الراشد قال لهم أنا قلت فقط احصي لكن الوالي قال أنا عندي الرسالة فيها اخصي فما الصواب رفعت المسألة إلى القضاء المستعجل القضاء دائما يتدخل من أجل الإنصاف ومن أجل نشر العدالة فلما جاء القضاء وجاء المتضررون وحضر الوالي وجاءت رسالة الخليفة قالوا ما الحكم حكم القاضي لماذا؟ قال لقد حكم الله في هؤلاء القوم من فوق سبع سماوات بأضعف جنده حكم فيهم بذبابة ذبابة واحدة هي حكمت فيهم وقال لا يعتب الوالي ولا يعتب كذا ولكن وقع الذي وقع لأن الرسالة فيها اخصي وهو نفد أمر أمير المؤمن قصة طويلة جدا بدأ الإمام العبدري يحكيها إلى أولاك الناس فتعجبوا من علمه وتعجبوا من ثقافته فبدأوا يلومون إمامهم أيها الإمام سنوات وأنت تصلي بنا بالجو عار عليك والحديث ليس معنى لا تجوج الصلاة حتى تتمتنية في الكلب بل في القلب فقالوا من الآن يا إمام العبدري ستصير أنت إمامنا أنت الإمام المعتمد في هذا المسجد لك علم ولك نباهة فقال لا يمكن أن أكون إمامكم قالوا لما؟ قال لأنني عازب لست متزوج ومن شروط الإمام خصوصا في المالكية أن يكون متزوجا محصنا فقالوا له والله لنزوجنك أجمل بنات البلدة فاختر له أجمل بنات البلدة يزوجونه فقال ولكن معذرة لا يمكن أن تزوج أنا ليس عندي بيت ولا عندي قدرة قال والله لنختار لنك أجمل البيوت والله لنعطيك أفضل الأجر فأكرموه فتعجب فقال سبحان الله هؤلاء القوم من قبل جيتهم وأنا بطريقة فيها غلضة وفيها شدة فضربوني وأشبعوني ركلا ورفسا والآن لما جئتهم باللين وبالكلمة الطيبة اهتدوا واستقاموا وأكرموني يا سبحان الله فقد نظم قصيدة معروفة يقول في مطلعها من لم يداري تدريه المداري ولو كانك العبدري المدارات يعني يحاول ما أمكن أن لك لا تكون مثل قطبان السكة الحديدية تسير دائما لابد أن تكون عندك نوع من المرونة طبعا هذا ليسا ضعفا في الدين بالعكس هذا قوة في الدين لأن سيدنا النبي قررنا قاعدة ترك المنكر أحيانا مخافة أن يؤدي إلى منكر أفضع منه هذه قاعدة عند الفقهاء ترك تغيير المنكر أحيانا مخافة أن يؤدي إلى منكر أفضع منه وقد وعى كثير في السنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة المكرمة وجد البناء للكعبة غير مستقيم بناه المشركون بسبب فيضانات وتصدع الجدرى للكعبة فأعادوا بناءها لكنهم لم يحسنوا الوضع المستقيم فقال يا هائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقدت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم فالكعبة غير مبنية على قواعد إبراهيم وكان بالإمكان أن النبي الكريم يعمر عام الفتح بهدم الكعبة وإعادة بنائها على القواعد الحقيقية لكن خشية أن الناس قد يفتتنوا ويقع هناك جدال كبير ونحن في غينة عن ذلك فقرر الفقهاء قاعدة ترك تغيير المنكر أحيانا مخافة أن يؤدي إلى منكر أفضع منه هذه أيها الأحباب الكرام فقط نبدأ قصيرا لأهم القواعد في فن الدعوة الإسلامية وهي كثيرة وكثير جدا هذا علم طويل وعريض وهناك من جمع فيه تجارب الدعاة والعلماء مع مختلف أطياف المجتمع مع رجال الحكم ورجال السياسة ورجال الأمن ومع التجار ومع المرضى ومع عموم الشعب تجارب كثيرة جدا نستخلص منها عبر وعضات وربنا عز وجل لخصة في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن نسأل الله تعالى أن يعلمنا ديننا ونسأل الله تعالى أن ينبهنا بأخطائنا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويوفق هذه الحركة هناك في المغرب حركة دعوية نشطة عظيمة جدا إنها تبشر بأن الحمد لله المجتمع المغربي يسير في خطى سليمة وأنه يستشرف مستقبلا رائدا فقط يحتاج إلى ترشيد العلماء الأجلاء من المجالس العلمية وكبار العلماء والفقهاء عليهم أن ينخرطوا لإرشاد هؤلاء الشباب الدعاة الجدد لابد أن يتدخلوا ويقدموا النصائح والإرشادات حتى تسير هذه الموكبة موكبة النور يسير في طريق مستقيم ويؤدي الفائدة المرجوة منه بفضل الله وجود الله وكرم الله بلدة طيبة ورب غفور أسأل الله تعالى القبول من الجميع والحمد لله رب العالمين لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله